اشهدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بمضامين الرسالة الملكية السامية التي تفضل بها جلالة الملك المفدى يده الله بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة واعربت معاليها عن بالغ الفخر والاعتزاز بما جاء في الرسالة الملكية السامية من تقدير كريم للتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مؤكدة حرص واهتمام مجلس النواب في مناقشة تعديلات قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية وأكدت معاليها دعم مجلس النواب لتنفيذ التوجيه الملكي السامي بشأن مشروع قانون مكافحة خطاب الكراهية والتطرف وازدراء الأديان في وسائل التعبير عن الرأي بجميع صورها وأشكالها التقليدية والمستحدثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر